موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد التي تأتيكم على الهواء مباشرة بعنوان ضرورة الوعي التاريخي للأمة إذا ما كان التاريخ ذاكرة البشرية الذي يحوي فعالها وأقوالها وفيه حصيلة تجاربها النظرية والعملية بكل تبايناتها واختلافاتها بل وطناقضاتها إذا ما كان الأمر كذلك فإن وعي الأمة أي أمة به شرط أساس لدوام حيويتها ووجودها الفاعل في حركة المجتمعات البشرية لكن ما مفهوم الوعي التاريخي وكيف يتحقق؟ كيف ينظر المسلمون إلى التاريخ؟ وما معالم الوعي التاريخي في القرآن الكريم؟ هل يمتلك المسلمون وعيا تاريخيا صحيحا وكافيا اليوم؟ للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد أهلا بكم أخي جهات بارك الله فيكم قد تتشابه بعض المصطلحات في التاريخ تحريرا لهذا وما قد يحدث هذا التشابه بين المصطلحات في ذهن المشاهد الكريم تحريرا للمصطلح الوعي التاريخي ما المفهوم أو ما المقصود بالوعي التاريخي تمييزا له عن الشعور أو الذاكرة التاريخية وما علاقته بالتاريخ كعلم ومادة؟ بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية شكرا على الاصطدافة الكريمة أهلا بسرعة بالنسبة لسؤالك طبعا كلمة الوعي التاريخي هي كلمة فيها جزء فلسفي وجزء تاريخي كلمة الوعي تعود إلى الحقل الفلسفي كلمة التاريخ تعود إلى حقل التاريخ وأحيانا بين المؤرخين والفلاسفة نوع من المشاحنة لأنه كما يقول المؤرخ اللبناني أسد رستم أنه كثير من الفلاسفة يتجرؤون على إنتاج نظريات في التاريخ دون أن تكون لهم المعرفة التاريخية الكافية يعني يحصل هذا الاشتباك فأضف إلى ذلك أنه نحن في علمنا العربي الآن هناك نوع من الفوضى العلمية مع اتساع منافذ النشر ووجود الإنترنت ووجود الصحف التي لا يسندها ولا يمدها متخرجون حقيقيون من الفلسفة والمؤرخين وطبعا استئثار الصحفيين بالكتابة في الموضوعات المعقدة أحيانا كل هذا ينتج فوضى في المصطلحات فلذلك تجد مصطلح الوعي التاريخي يتكرر كثيرا دون أن يكون له ما يضبطه لكن على كل حال إذا أردنا تبسيط الأمور فالفلاسفة لهم في الوعي التاريخي معنى أنه إدراك الشعور بالانتماء إلى عصر ما ويعني يساوي إدراك الوعي التاريخي يساوي أن أعرف أنا الآن في أي عصر أنا يعني القدرة على تسمية العصر توصيف العصر باعتباره عصر ممتد في نهر الزمن فالقدرة على توصيف العصر يساوي أن لك القدرة على تسمية العصور السالفة في سياق محدد يعني لك قدرة تاريخية تصل بك إلى تسمية العصر إلى توصيف معين فهذا يدل على وجود رؤية في العصور السالفة وكمان رؤية فلسفية تمتد إلى مستقبل ما بعد هذا العصر أما المؤرخين فعادة كلامهم في الوعي التاريخي يقول إلى القدرة الأعمق على فهم التاريخ يعني إدراك التاريخ بشكل أفضل فلذلك يتحدثون مثلا عن الأسباب المؤثرة في التاريخ العوامل المؤثرة في التاريخ قدرة المؤرخ على أن ينتج تاريخا موضوعيا ما هي شروط المؤرخ حين كان يكتب فكأنه يعني محاولة الإحاطة بالظروف التي صنعت الحدث سواء الظروف التي صنعت الحدث أو الرجل الذي وصف الحدث وكتبه إلى أي مدى يمكن أن يختلف الحدث عن الصورة التي روجت له فهذا طبعا مبحث المؤرخين عمتا وهو عمل المؤرخين أن يحاولوا تقليل الفجوة بين الحدث وكيف صيغ الحدث فبشكل عام من يتحدث عن الوعي التاريخي يحاول أن يتكلم عن أن يكون الناس في هذا العصر لديهم القدرة على فهم التاريخ لكي يستفيدوا منه في الواقع يعني إدراك التاريخ بشكل أعمق لكي يجيبهم على الأسئلة التي يطرحها الواقع لأنه كما تعرف أخي جهاد التاريخ سري واقع يعني التاريخ هو ما كان واقعا في لحظة من اللحظات كما سيكون واقعنا الآن تاريخا في لحظة أخرى فالتاريخ ثري جدا فلذلك لا توجد قراءة واحدة للتاريخ بل كل عصر يطرح على التاريخ الأسئلة التي يحتاجها ولذلك ألبرت حراني مثلا في كتابه الفكر العربي في عصر النهضة يقول التاريخ هو ما يحتاج الناس إلى تذكري فلأجل هذا قد تجد السيرة النبوية على سبيل المثال وهذا قد نتعرض له في سياق الحلقة لكن السيرة النبوية باعتبارها أشهر مثال لدينا نحن المسلمين تجد من الذين يعيشون في عصر استضعاف يقرؤون السيرة النبوية لمحاولة إدراك كيف خرج النبي من عصر الاستضعاف الذين وصلوا إلى التمكين سيقرؤون السيرة النبوية من جهة كيف تم التمكين فهنا كل عصر يطرح على التاريخ الأسئلة التي تهمه الأسئلة التي يحتاجها فلأجل هذا تتعدد القراءة التاريخية فضلا عن أن القراءة التاريخية نفسها هي منتج ووليد لفكر لفلسفة فلأجل هذا يتغير النظر إلى الواقع التاريخية بتغير الأفكار والمناهج نعم ربما هنا تداخل الحديث ما بين الوعي التاريخي وما بين التاريخ كمادة لكن في هذا السياق أستاذ محمد يعني كيف يتشكل الوعي التاريخ لأي أمة يعني عوامل تشكله مصادر هذا التشكل تشكل الوعي التاريخي نعم طبعا التاريخ من العلوم الإنسانية والتاريخ هو إنتاج إنساني والإنتاج الإنساني بطبيعته لا بد أن يتأثر بالإنسان الذي أنتجه يعني العماد الأصوهاني في الكلمة المشهورة التي نحفظها أنه يقول أنا ما رأيت من كاتب يكتب كتابا إلا ويأتي في يومه ليقول لو زيد هذا لكان أحسن لو نقص هذا لكان أحسن وهكذا أبى الله إلا أن يتم كتابه هذا نفسه هو أثر التاريخ في إنتاج أثر الإنسان في إنتاج التاريخ لأن الإنسان اليوم لما بيكتب تاريخ هو هو لو تركه إلى بعض أيام أو بعض سنوات سيكتبه بشكل آخر يعني مثلا لتبسيط الأمور لنتخيل أنا الآن مسلم فسأكتب تاريخي أنا سيراتي الزاتية فسأكتب مثلا متى التزمت من الشيوخ الذين أثروا علي المواقف التي تأثرت فيها وهكذا طيب لا قدر الله إذا انحرفت أنا عن الإسلام فيما بعد مثلا فيما بعد عشر سنوات وقررت أن أكتب تاريخي سأكتب نفس هذا التاريخ ولكن في صياغة أني كنت مضللا وكنت منحرفا وكنت جاهلا مثلا فلأجل هذا الحاضر يشيد الماضي يعني الكاتب في نفسه يعيد إنتاج التاريخ بما استقر عليه هو في لحظته التي كتب فيها التاريخ ثم إذا اختلف هذا يعني أنا ضربت لك مثال في اختلاف الشخص الواحد لكن إذا اختلفت المذاهب الفكرية أنتجت تواريخا مختلفة يعني إذا قلنا مثلا أن حرب نشأت بين فلان وفلان المؤرخ القومي الذي يعتقد أن التاريخ هو صراع الأقوام مباشرة سيفسر هذه الحرب باعتبارها صراعا بين هؤلاء القوم و هؤلاء القوم يبقى العامل هنا في الصراع عامل إيه؟ عامل قومي لكن إذا رأاها مؤرخ ماركسي فسينظر من فيهم الغني ومن فيهم الفقير لكي يقول بأن هذا الصراع هو صراع نتيجة تفاوت الطبقات إذا رأاها مؤرخ ممن يرى أن المسألة مسألة صراع حضارات فسيرى أن الخلاف الذي أنشأ الحرب هو في حقيقته خلاف أفكار و هكذا فإذا الوعي التاريخي يتكون من الفكرة التاريخية الفكرة المسيطرة على المؤرخ فلأجل هذا إذا نتحدث عن الوعي التاريخي عند المسلمين تحديدا فسنجد أن المسلمين أمة عجيبة أمة انبثقت من الكتاب من كتاب الله تبارك وتعالى لأنك إذا نظرت إلى حال مكة الإسلام ليس رد فعل على الحالة التي كانت موجودة في مكة الإسلام نزول إذا تسمح لي أن أرحل هذه الجزئية المهمة طبعا إلى مرحلة متقدمة من الحلقة لكن قبل ذلك أريد أن أستكمل معك قضية الوعي التاريخي هل الوعي التاريخي أنت قلت أنه إعادة تشكيل أو إعادة كتابة التاريخ أو تشييد التاريخ انطلاقا من الحاضر إذا كان بحسب الخلفية الفكرية للمؤرخ لكن هذه الخلفية الفكرية ربما تكون وليدة الظروف السياسية هنا السؤال ما دور الظروف السياسية في تشكيل الوعي التاريخي للأمم اكتمالا أو نقصانا صحة أو خطأا هذا السؤال في غاية الأهمية الظروف السياسية تنتج دائما علاقات قوة مختلفة أو كما يقول ابن خلدون في عبارته البسيطة المشهورة فصل في أن المغلوبة مولع بتقليد الغالب في زيه و شعاره و نحلته و عوائده يبقى هنا الظرف السياسي الذي أنتج غالب و مغلوب أنتج نوع من الثقافة المهيمنة و نوع من الثقافة المغلوبة و المغلوبين يحاولون أن يتشربوا الثقافة الغالبة هذا الظرف السياسي ينتج وعيا تاريخيا آخر و قد نأتي أيضا إلى هذا حين نقول أنه متى ما كانت الأمة متحررة كان وعيها التاريخي نتاجا مستقلا متحررة من من الهيمنة الأجنبية لكن متى ما كانت محتلة و عليها ثقافة غالبة كان وعيها التاريخي متأثرا بحالة الاستضعاف فأنتجت تاريخا مشوها لنفسها و ربما رأت نفسها في الصورة التي وضعها لها عدوها فلذلك أثر الظروف السياسية هو ينتج وعيا تاريخيا و هذا أمر يعني يعرف بعبارة عند الفلسفة في أن السلطة تنتج المعرفة دور السلطة دائما أن تشرعن وضعها فلكي تشرعن وضعها لابد لها من إنتاج الفكر الذي يجعل وجودها هنا شرعيا يعني فرعون قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قالها هكذا لا قدم مبررات قال ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يوبين يقصد سيدنا موسى عليه السلام يبقى هنا هو عمل إيه أنتج شرعية وجوده كحاكم ومتأله عليهم بما هو فيه من القوة والغنى والغلبة ويقارن بهذا الذي لا يستطيع أن يوبين وما هو في حال الضعف وهو من أمة بني إسرائيل المستضعفة المضطهدة بأن هذا يمنع وينزع عنه شرعية أن يهديهم فلذلك قال فيما بعد ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فهنا السلطة تنتج المعرفة دائما السلطة تقدم روايتها للتاريخ فلأجل هذا في أي بلد يحدث مثلا انقلاب على السلطة لا بد للهيئة التي انقلبت للمجموعة التي انقلبت أن تقدم روايتها للتاريخ بما يجعل الذين انقلب عليهم كانوا فسدى ومستبدين وطغى وكانوا يعني سيذهبون بالأوطان إلى الضياح بينما استطعنا نحن إنقاذ الوطن ولهذا يرتبط وجودنا في موقع السلطة بشرعية ما فعلنا فهنا تبدأ السلطة تنتج روايتها للتاريخ كان الملوك الأقدمون يضعون رواية أنهم أشبه آلهة أو أنصاف آلهة أو منحدرون من نسل الآلهة أو وصلوا إلى مكانهم هذا ببركة الآلهة فلذلك لا يجوز يعني فكريا ثقافيا شرعيا أن يحاول أن ينتزع منهم هذه السلطة أحد فالظروف السياسية تؤثر على تشكيل الرواية التاريخية تنتج وعيا تاريخيا مختلفا الوعي التاريخي هو مجموعة الروايات يعني هو التحقق من مجموعة الروايات أو فهم مجموعة الروايات ضربها بعضها ببعض الوعي التاريخي هو الحالة المفهومة العامة لدى الناس أو لدى الشريحة المقصودة في البحث بمعنى التاريخ يعني إذا قلنا أنت إذا سألت المصري مثلا متى يبدأ تاريخك إذا المصري قال يبدأ تاريخي من سبعة آلاف سنة من الفراعنة فهذا يعبر عن رواية تاريخية لكن إذا مصري آخر قال تاريخي مثلا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم أو يبدأ من آدم عليه السلام هذا انتماء آخر ورواية تاريخية أخرى الوعي مختلف الوعي مختلف ويترتب عليه نظر مختلف في الواقع ويترتب عليه حلول مختلفة في المستقبل نعم فهمت من كلامك قبل قليل بأنك يعني كما لو أنني فهمت وأرجو أن تصحح لي أن الوعي التاريخي مستند إلى المؤرخ الذي يدون التاريخ هل يمكن حصر الوعي التاريخي بالمؤرخين أم أنه ينسحب إلى عموم أفراد الأمة لا بد من تحقق وعي بمستوى محدد أنا كنت أتكلم عن أثر المؤرخ في إنتاج الوعي التاريخي لكن هو الوعي التاريخي الذي ينتجه المؤرخ هو نفسه نتيجة حالة من التفاعلات تفاعلات النفسية له بحسب صدقه وأمانته والطلاعه وبحسب الظروف المهيمين عليه يعني الكاتب الذي يكتب في البلاط بتاع السلطة غير الكاتب المعارض هذا ينتج رواية وهذا ينتج رواية أخرى لكن لذا نتكلم عن الوعي التاريخي بعمومه فهو عموم ما يفهمه الناس أو الشريحة المستهدفة يعني عموم ما يفهمه الناس من الرواية التاريخية في هذا السياف أستاذ محمد يعني تبعني ما تفضلت به من هي الأمة التي يمكن القول إنها تمتلك وعيا تاريخيا ناضجا صحيحا مكتملا من حيث الشروط والصفات طبعا هذا أمر يعني لا يمكن أن يقال فيه إجابة جازمة وحاسمة وواضحة لأن الثقافة بشكل عام هي عملية ديناميكية متغيرة ليست كتلة صلبة ثابتة فلذلك هي تتعرض للتغير كثيرا هيجل مثلا الفيلسوف الألماني المشهور أشهر نظريته هي نظرية الجدل المادية الجدلية يقول إن حركة التاريخ هي حركة صراع المتناقضات يعني توجد الفكرة وهذه الفكرة تحمل في رحمها نقيضها فلأجل هذا الفكرة تلد نقيضها ثم يتصارعان حتى تغلب يتولد منهما فكرة سالسة هذه الفكرة السالسة تحمل في جوفها أيضا نقيضها فيتصارعان وهكذا ويقول إن هذا الجدل تحوطه إرادة عليا وعقل روح العالم لكن القصد أنه أنا أتكلم وأستشهد به هنا علشان أقول أن الثقافة ليست عملية ثابتة حال الإنسان دائما يتغير وقال الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فلذلك الوعي التاريخي نفسه ليس وعيا تاريخيا ثابتا في تفاصيله لكن الوعي التاريخي ثابت في عمومه يعني كل حضارة لها جملة من الثوابت والخصائص التي تحتفظ بها لنفسها حتى إن الفيلسوف مؤرخ الحضارات مرسل موس يقول إن كل حضارة لا تستحق اسم الحضارة إلا إذا كانت لها عادة النفور من الإسهامات الدخيلة فلابد لكل حضارة من مجموعة من الخصائص التي تتميز بها وترفض الدخيل عليها وأصل هذا في قول الله تبارك وتعالى إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل فقسمة الناس إلى شعوب وقبائل متمايزة هي قسمة إلهية ولذلك حتى محاولات توحيد الناس كلهم في حضارة واحدة هي محاولة ميتة لأنها ضد الصنة الإلهية لأن الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعرفوا فلأجل هذا كل أمة كل أمة بقدر ما تمسكت بثوابت حضارتها وكانت متحمسة للإيمان بها بقدر ما كانت هذه الأمة في علو وانتصار وهذه كلمة أبو مسلم الخراساني حين سئل من أقوى الناس قال كل قوم في إقبال دولتهم هذه العصبية والروح الحماسية المؤمنة بأفكارها وقيامها تصنع الأمجات نعم يعني أستاذ محمد هل هذا يقودني إلى سؤالك عن ما زلنا في إطار الأمة الواعية التاريخية لكن خليني أضف جملة واحدة تفضل يعني القصط والقول بقدر ما أن أمة من الأمم تعرف ثوابتها وتتمسك بها بقدر ما تكون في مرحلة إقبال وانتصار بقدر ما يتشوه الوعي التاريخي لدى الأمة وتكثر فيها التفتتات والنزاعات والانقسامات على الهوية بقدر ما تدخل هذه الأمة في مرحلة الضعف لأنها لا تنتج وعيا عاما وعيا حضاريا عاما بل تنتج وعيا ضيقا وعيا موحدا يجعلها شذرات نعم في هذا السياق هل من مستلزمات وعي أي أمة أو مؤشرات دعنا نقول علامات وعي هذه الأمة أن تكون هذه الأمة لديها رؤية نقدية تجاه مرحلة محددة من مراحل التاريخ أو تجاه جملة التاريخ طبعا لابد لابد لكل أمة لكي ترى نفسها أمة صاحبة رسالة وصاحبة حضارة أن تنقذ كل ما سواها من الأمة والأفكار لدرجة أنه في كتاب انتحار الغرب يعني اثنين من المؤرخين كريس كوك وكارل سميس لو لم تخلني الذاكرة يعني كان يقول أن كل أمة اعترفت لنفسها بالحضارة كان لابد أن تنزع هذه الصفة عن الأمم الأخرى وإلا لم يعد للأمة معنى لرسالتها يعني لابد للأمة الإسلامية مثلا أن ترى كل ما هو سوى التوحيد جاهلية أن ترى استعباد الناس للناس من الجاهلية مهما كانت هذه الجاهلية متقدمة في البنيان والعمران يعني مهما كانت لها إيوانات كسرة ومهما كانت لها كنوز قيصر ومهما استطاعت لذلك كان رستم والمقولة الشهيرة كان رستم جالسا في زيناته وزخرفه ودخل عليه الأعرابي ربعي بن عامر ليقول جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة كأن ما فيه رستم هو الضيق وما فيه الأعرابي هو السعة فلسفة هذه آه هذه فلسفة لذلك لم تبهره البهرجات والزخارف فلذلك كل أمة صاحبة رسالة لا بد لها من نفي هذه الصفة صفة الحضارة وإلا انتفى معنى أن تكون صاحبة رسالة لكن ربعي بن عامر عندما دخل كان متمثلا للواقع يعني دخل برمحه وكان يمزق السجادة الخاص بكسرة وقد استعجب يعني تعجب دهشة كثيرا هذا يعني المقطوض أنه كان مطبقا واقعا عمليا ليس فقط نظريا مجرد في عقله وصلنا إلى الحديث عن كيف أسهمت آيات القرآن الكريم في صوغ وعي المسلمين التاريخي ولكن بعد قليل أعزائي المشاهدين نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ومثلما نواصل الحديث اشتركوا في القناة مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أسعدكم الله دائما ما زلنا وإياكم في الحديث عن أهمية الوعي التاريخي وضرورته بالنسبة للمسلمين ودائما الحديث مع الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أستاذ محمد ربما وصلنا إلى صلب الموضوع ما طبيعة نظرة المسلمين إلى التاريخ وأرجو أن تحدثنا إذا كان ثم تتباين بين نظرة المسلمين ونظرة الأمم الأخرى إلى التاريخ نعم جزيكم وخيرا طبعا هذا أيضا سؤال يتشعب فيه الكلام لكن أصل التمييز أن المسلمين لم يكونوا أمة نتجت من رحم صراع بين البشر يعني حكمت من البداية أن هناك تمييز في النظرة نعم هذا التمييز من أين أتى أن المسلمين لم تكن أمة تكونت ضمن صراع أرضي يعني صراع بين أمم صراع على المرعى مثلا أو صراع على الموارد أو صراع على الحكم والسلطة لا الأمة الإسلامية تكونت من نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا نظرت إلى حال مكة لم يكن متوقعا أن ترى أن يخرج في مكة من يحاول قلب النظام المكي رأسا على عقب يعني ليس الإسلام رد فعل على حاجة أرضية وإنما هو نزول سماوي هذا النزول السماوي يعني وضعنا أمام العديد من التمييزات التمييز الأول أن القرآن الكريم هو كتاب صنع أمة وليس أمة منتصرة صنعت لنفسها فلسفتها هذا أمر في غاية الأهمية الأمة حين تنتصر كما قلنا السلطة تنتج المعرفة تصنع روايتها للتاريخ وتصنع حضارتها وقيمها إذن الثقافة تكونها الأمة في مراحل انتصارها لكن العكس حصل عندنا الذي حصل عندنا أن القرآن الكريم هو الذي أنشأ أمة فلذلك نشأت أمة بغير الضرورات والعلائق الأرضية لم تكن أمة قهر وتوسع بل كانت أمة تطيع الله تبارك وتعالى الأمر الثاني أن هذه الأمة لم تكن داعية عرقية أو لغوية أو لم تكن أزمة اقتصادية أو أخلاقية وإنما كانت فكرة هذه الفكرة تتسع لدخول كل الأجناس فيها هذا يمكن ربما يتعلق بالحديث عن خصائص هذه الأمة لكن من منظور تاريخي كيف ينظر المسلمون خصائص هذه الأمة هو ما يجري تطبيقه في التاريخ لذلك أنت تجد من اللحظة الأولى دخل العبيد والموالي والضعفاء وصاروا من الأمة فتجاور أبو بكر وعمر وعثمان مع بلال وصهيب هذا المسلمون حين يعرفون أنفسهم كأمة يعرفون أنفسهم كأمة وهم يشملون بلال وصهيب وسلمان يعني المسلمون الأوائل كيف نظروا إلى التاريخ في هذا السياق أقول لك أن الأمة الإسلامية ليست أمة أنتجها صراع أرضي وإنما أمة أنتجتها فكرة فحيث الأمة التي نتجت من فكرة تتسع لكل الأجناس والألوان والأعراق ولأجل هذا يكون من طبيعة هذه الأمة أنها لا تعادي الآخرين بناء على ألوانهم ولا أعراقهم ولا لغتهم ولا أي شيء بل بناء على هذه الفكرة بناء على الظلم والعدل على الحق والباطل فلذلك لما انطلقت هذه الأمة في التاريخ انطلقت وهي ترى أنها تحمل الخير للعالم لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر فمعرفة الأمة لنفسها يعني معرفة الأمة لنفسها تحدد معرفتها لخصمها أو للآخر المختلف عنها وبالتالي فحركة الأمة في التاريخ ليست حركة عربية وإنما هي حركة إسلامية ليست حركة توسع وإنما هي حركة فتح ليست حركة تبتغي الموارد وإنما حركة تبتغي تحرير الإنسان فلأجل هذا طالما وهي أمة مفتوحة يستطيع الرجل بالأمس أن يكون من خارجها ثم يكون اليوم منها وقرار الدخول في هذه الأمة هو قرار فردي وليس قرار الدولة يعني أمريكا مثلا هي التي تعطيك الجنسية لا تستطيع أن تكون أمريكيا بقرارك أمريكا هي التي تعطي الجنسية أي دولة هكذا بينما الإنسان يستطيع أن يكون مسلما بقرار منه وتتحمل الدولة الإسلامية اعتباره مسلما وتكفل له حقوقه وواجبته بناء على قراره هو وهكذا في المسيحية ربما يكون لكن المسيحية ليست فيها دولة نعم لكن أريد أن أستطيع هذه الفكرة في سياق ذاته أستاذ محمد القرآن كتاب الله وإذا صح التعبير كوثيقة تاريخي للبشرية جمعا كيف سارت آياته في أحاديثها عن الأنبياء والصالحين وحتى عن الكافرين من الأمم الأخرى في صوق وتشكيل الوعي التاريخي للمسلمين جميل إذا كانت الأمة نشأت بفكرة فهذه الفكرة أنشأها القرآن الكريم القرآن الكريم لم يكن الإسلام فيه مجرد حدث تاريخي بل كان الإسلام هو خاتمة الرسالات الرسالات الممتدة من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم فالأمة الإسلامية لا ترى نفسها حدوثا جديدا أو نشوءا جديدا أو تطورا جديدا بل ترى نفسها خاتمة هذا الموكب الطويل هذا الموكب الطويل الذي كانت له نفس المعركة وهي معركة الصراع ضد الباطل الباطل الذي يترأسه الشيطان الذي أخرج أبوينا من الجنة فهذا هو أصل الصراع فالأمة عرفت نفسها بأنها الأمة التي تحمل رسالة نشر الحق ومكافحة الباطل وهي امتداد لهذه الأمة والسلسلة من الأنبياء والشهداء والصالحين وتستمر كذلك إلى آخر الدهر هذا التكون هذا الوعي التاريخي وعي صنعه القرآن الكريم وإلا لم يكن ممكن أن يصنع بأي معنى آخر لذلك مثلا الشيوعية حين نشأت أو حتى الرأسمالية حين نشأت أي فكرة أخرى حين نشأت فهي نشأت ضمن ظرف أرضي أو ضمن صراع أرضي محدود وأرادت فيما بعد أن تطور نظريتها لتكون نظرية عالمية ونظرية شاملة ونظرية تشمل كل البشر فلأجل هذا يتكرر في الأدبيات الغربية معاني نهايات التاريخ إنه تطورنا الحالي هو نهاية التاريخ هو نهاية الأفكار بينما المسلمون لا يرون أنفسهم حدوثا جديدة يرون أنفسهم امتدادا للحق الأصيل وهذا فارق مؤثر جدا يعني لنضرب مثالا واحدا الغربيون في بحثهم في المسألة الدينية يعتقدون أن الإنسان هو الذي خلق الله تعالى الله عما يقولون باعتبارا الإنسان البدائي وجد عريانا حافيا أراد أن يحتمي من الزئاب والوحوش والأعاصير فلا اصطنع قوة وثم تطور الإنسان تطور إلى أن عبد النجوم ثم تطور إلى أن عبد أشخاص ثم الآن جاءه العلم بما ينزع عنه كل إله فهذا التطور هو أصلا نتاج فلسفة فلسفة ترى أن العلم والدين يفترقان والعلم والإله نقيضان وكلما ازداد الإنسان من العلم كلما نقص رصيد الإله من السيطرة على البشر وكلما اكتسب الإنسان علما كلما استطاع أن يسيطر على الكون المسلمون ليسوا هكذا التكون التاريخي عند المسلمين تكون يجعلهم امتدادا أصيلا لمعركة قامت قديما وهي معركة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلذلك الأمة الإسلامية وعيها التاريخي هو وعي مستمر وهو وعي تتوارثه الأجيال لأنه مرتبط بكتاب خالد محفوظ وفي علوم الإدارة كان بعض من درسون الإدارة يقولون أن المؤسسة تنجح إذا كان أكبر عدد من أفرادها يفهم أهدفها الاستراتيجية في الإسلام فقط تجد الإنسان البسيط وهو يؤدي عباداته مرتبطا بهذا الوعي التاريخي مرتبطا بالأنبياء ومرتبطا بالصحابة ومرتبطا بفكرة الحق والباطل وفكرة التوحيد ولا يبقى إلا أن تسير هذه الطاقات الهائلة المتجمعة في ظل قيادة راشد ناضجة تستطيع الإجابة عن سؤال العصر لكي تصل بها إلى مرحلة التمكين نعم ربما بعض الباحثين يقول ما تميز به الصوغ القرآني للوعي التاريخي لدى المسلمين هو وعي شعوري أكثر منه وعي بالأحداث لطبيعة ذاتها من خلال حديث عن معاناة الأنبياء وربطهم برابط شعوري على مدار التاريخ البشري كله لكن هنا أريد أن أسألك إلى أي مدى يمكن القول وما تفرد به أيضا الإسلام هو علم الإسناد الذي ظهر في مرحلة زمانية لاحقة ما الدور الذي أداه علم الإسناد في إضفاء صفة أو خصيصة أو فرادة على وعي المسلمين التاريخي جميل جدا الوعي التاريخي عند المسلمين يساوي أن التاريخ عند المسلمين نشأ لحماية الدين وللحفاظ على الدين فلذلك أول تاريخ النشأ هو تاريخ أسباب النزول لكي نفهم القرآن الكريم كيف نزلت هذه الآية في أي جو نزل فهنا بدأ التاريخ بدأ البحث التاريخي عند المسلمين بهدف فهم الدين والحفاظ على الدين ثم بدأت الحركة الكبرى وهي حركة فهم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وكما يقول عبد الله بن عباس وغيره كان يقول كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم الآية من القرآن فهنا ظهر التاريخ لكي يخدم الدين ثم ظهر هذا العلم الذي تفردت به الأمة الإسلامية وهو علم السند لكي يحفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخل إليها أقوال الوضعين والكذابين فلما نشأ علم السند نشأ بالتوازي معه علم التاريخ لأن علم السند جعلنا نحن نفهم كيف روي التاريخ وجعل علماءنا حين يروون التاريخ يروونه بالسند لكي يعرف قيمة كل رواية فقيمة كل رواية تأخذ قيمتها من مصدرها والمصدر إذا كان كذاب إذا كان وضاع إذا كان صادق إذا كان قريبا من العصر أو إذا كان بعيدا عنه بينه وبين العصر وبين الرواية القطاع استعمل هذا العلم في كتابة التاريخ الإسلامي؟ هذا هو العلم الذي كتب حوله التاريخ الإسلامي حتى أنه كما المؤرخ اللبناني أسد رستم وهو مؤرخ مسيحي يقول إن ما وصل إليه علم السند عند المسلمين هو أرقى ما وصلت إليه المناهج العلمية الحديثة هل يستلزم من هذا الكلام أن المسلمين يمتلكون أصحة تاريخ بين الأمم؟ بلا أدنى شك هذا أمر يعترف به غير المسلمين هذا أمر يعترف لأنه لا يوجد علم الإسناد في أمة أخرى يعني لا يستطيع المسيحيون أن يصلوا بسند إلى الإنجيل أو إلى عيسى عليه السلام هناك انقطاعات كثيرة في السند بينما المسلمون لم نشأ عندهم علمان علم السند وعلم الجرح والتعديل فهناك علم الرجال الذي صنع فيه رسا لكل الرواه وهناك علم الجرح والتعديل الذي ذكر كل راوي عن من أخذ ومن استمع منه وفي أي مكان نشأ وفي أي مكان درس نعم لكن أستاذ محمد يعني هذا علم الإسناد الذي هو أثر في التدوين التاريخي كيف أسهم في صناعة الوعي التاريخي لدى المسلمين في المرحلة التي كانت فيها دولة الإسلام وشوكة الإسلام متحققة على أرض الواقع باختصار من فضلك باختصار ولو أن هذا الأمر صعب فيه جدا لاختصار لكن الإسلام أنشأ دولة وهذه الدولة عاشت لنأخذ فترة الخلافة الراشدة فترة الخلافة الراشدة أخذت طبيعتها وقيمتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وجود فترة تاريخية واضحة المعالم يجعل المسلمين يملكون الدليل والمرشد والنموذج على الدولة التي يحبون إقامتها ويريدون إقامتها ويطمحون إليها فبعكس الغربيون أو بعكس الأمم الأخرى الأمم الأخرى لديها حلم اسم المدينة الفاضلة شيء لم يتحقق في التاريخ شيء يحاولون الوصول إليه بينما المسلمون لديهم نموذج يحاولون إعادته نموذج تحقق في التاريخ وباحثة إيطالية مثل أماريا لويزا برنيري تقول إن كل الذين تحدثوا عن المدينة الفاضلة لم يستطيعوا أن يحققوها بل والفلسفات الواقعية أثرت على المثاليين فصارت حتى المدينة الفاضلة الآن شيئا بئيسا بالنسبة لما كان ينتج سابقا يعني الآن أدركوا أن المدينة الفاضلة هذه أحلام وأوهام وخرافات بينما المسلمون يستطيعون أن يروا في نموذج واقعي تحقق في أرض الواقع دليلا على تطبيقهم للإسلام فلذلك مجرد وجود فترة تاريخية صنع فيها الإسلام دولته فترة تاريخية واضحة الملامح تعصم المسلمين من متاهات كثيرة في الأفكار يعني المسلمين لن تجدهم يتقلبون بين شيوعية ورأس مالية بين تفسير قومي وتفسير مركسي وتفسير لغوي للتاريخ لا المسلمون لديهم نموذج قام بالفعل ولذلك هم يسعون إلى إعادته هذا هو صلب الوعي التاريخي الذي يؤدي بالمسلمين إلى أن يحدد ملامح الدولة التي ينشدونهم ملامح المستقبل الذي يريدون فلأجل هذا علم السند هو الذي صنع وضوح هذه الفترة التاريخية وبين ملامحها نعم وهذا يقودنا إلى الحديث عن بعد طبعا انفراط عقد الدولة الإسلامية وتبدد الحكم الإسلامي يقودنا الحديث عن السؤال إلى أي مدى مسلمون اليوم يمتلكون وعيا صحيحا غير زائفا ومكتملا غير ناقصا وعيا تاريخيا بتاريخهم أو بتاريخ غيرهم من الشعوب ولكن يجب أن أذهب إلى فاصل الآن فاصل أخير قبل العودة لاستكمال الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى جزء الأخير من حلقة اليوم الذي نبحث فيه مع ضيفنا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية مدى امتلاك المسلمين الوعية التاريخية الكامل أستاذ محمد تحدثت قبل قليلا عن أن انقسام الأمة إلى فرق وأحزاب وأمم متقاتلة فيما بينها ينتج وعيا مزيفا أريد أن أقلب الحديث وأقول إلى أي مدى يمكن القول أن افتراق الأمة إلى أمم وشعوب وتقتلها فيما بينها هو نتيجة لغياب الوعي الصحيح وهذا يقودنا إلى السؤال عن المسلمين في العالم اليوم إلى أي مدى يمتلكون وعيا مكتملا حقيقيا في ضوء ما تفضلت به المسلمون يمتلكون وعيا تاريخيا جيدا في العموم أما في التفاصيل والخصوص فهذه ليست حالة الأمة بقدر ما هي حالة نخبتها التي ينبغي أن تنتج المشروع صاحب الوعي التاريخي المكتمل أضرب مثالا لكي لا يكون الكلام عاما المسلمون يرون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم النماذج الكبرى في تاريخهم والخلافة الراشدة هي اللحظة الذهبية في تاريخهم ولذلك حين يريدون أن يعيدوا هذه الأيام لا يريدون العودة إلى العصر الأموي أو العباسي أو العثماني يريدون العودة إلى عصر الخلافة الراشدة المثال ويستدلون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي لا يستدلون بأبي جعفر المنصور لا يستدلون بالسلطن سليم لا يستدلون يعني معاوية مثلا على جلالة هؤلاء كأبطال ماذا يقول هذا؟ يقول أن المسلمين يمتلكون الوعي التاريخي الذي يجعلهم يعرفون من هو المثال الذي يودون الرجوع إليه واستلهامه في قابل أيامهم تدري لو أن المسلمين ليس لهم هذا الوعي التاريخي ماذا كان يحصل؟ كان يحصل ما حصل في الأمم الأخرى وهو أن المثال والبطل والنموذج هو الذي انتصر بالقهر وبالغلب لكن لتحرير هذه النقطة أستاذ محمد أنت تفترض بأن المسلمين مجمعين مليار ونصف مليار مسلم في العالم على أنهم ينبغي أن يعيدوا منطلقين من دولة الخلافة الإسلامية لكن الآن هناك كما تحدث مثلا أحد كبار مفكر الإسلاميين وهو الشيخ محمد قطب في كتابه وقعنا المعاصر يقول هناك فساد في التصور الإسلامي المسلمون ليسوا مجمعين على طبيعة وشكل الدولة في هذا ألا يعني هذا غياب الوعي لذلك أنا قلت التصور العام التصور العام يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي موجودين كتصور عام هذا التصور العام هو عند عموم الأمة طبعا بغض النظر عن هل يستطيع العموم أن يطوروا من هذا مشروعا كالذي نقول لا لكن أنا الآن أضرب مثلا بماذا أضرب مثلا بأن المسلمون جميعا يفضلون عليا على معاوية تمام كل المسلمين يفضلون عليا على معاوية رغم أن النظر المادي الذي يحسبها بالانتصارات على الأرض لابد أن يفضل معاوية على علي فلذلك المسلمون يمتلكون وعيا تاريخيا مستقى من دينهم بأن علي أفضل من معاوية حتى لو كانت الإنجازات المادية في إقامة الدولة واستقرارها ليست في صالح علي ومعاوي هذا افتراق كبير كيف الافتراق الكبير هذا ماذا أنتج في أمم أخرى لا تملك هذا المعيار الأخلاقي أنتج أن الذي ينتصر هو الذي يعني يضع معايير الحق ولذلك الأمم الأخرى تقدس الفاتحين والمحاربين حتى لو ارتكبوا مجازر في سبيل توحيد الدولة وترى أن هذه من الضرورات من الخسائر التي لا بد منها حتى لو أن هذا الفاتح كانت له شذوذات أخلاقية أو كان منحلا أخلاقيا أو كان سكيرا كل هذا لا يؤثر على صورة البطل عند الأمم الأخرى لأنها لا تمتلك معيار أخلاقي يحدد لها وعيها التاريخي بينما نحن مثلا تجد في العالم الإسلامي المسلمون لهم موقف سلبي من الحجاج بن يوسف الثقافي أول ما تقول ذكرى مثلا سليمان القانوني يخرج لك من يقول لك قتل ابنه الأمير مصطفى أول ما تتكلم عن أبو جعفر المنصور يتحدث كل هذا كلها الوعي إنما أنتجه المعيار الديني أما لكن هنا حصل خلل لا بد أن نشير إليه وهذا هو المهم أن الأمة الإسلامية متى حصل هذا الخلل؟ ما هو الخلل ومتى حصل؟ الخلل هو انقلاب الظروف السياسية الذي تحدثنا عنه في الجزء الأول من الحلقة حين جاءنا الاحتلال لما جاءنا الاحتلال صارت هناك ثقافة غالبة وقوة غالبة تحاول إنتاج تاريخ المغلوبين فالمستشرقون مثلا الذين رفقوا الاحتلال نبشوا التواريخ القديمة التي قبل الإسلام مع الحملة الفرنسية على مصر طبعا بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر ثم استمرت مع الاحتلالات فنبشوا التاريخ الفرعوني في مصر لكي يصنعوا لمصر هوية لا ترتبط بالإسلام وإنما ترتبط بالفراعنة كذلك فعلوا في الشام كذلك فعلوا في العراق كذلك فعلوا في المغرب العربي فهنا بدأ يتشوه الوعي التاريخي عند الطبقات التي تأثرت بالاحتلال وبسلطة الثقافة الغالبة وبقدر ما في المسلمين من تأثر بهذا التشوه بقدر ما لديهم تشوه في الوعي التاريخي هذا الوعي التشوه أو الهشاشة في الوعي التاريخي أو التشوه يعني استعير مصطلحك هل هو تشوه في الواعي في الذاكرة الشعورية التاريخية للمسلمين أم في ذاكرة الأحداث لا ليس في ذاكرة الأحداث في الذاكرة الشعورية لأن الأصل هو صناعة انتماء صناعة هوية فلذلك يمكن أن تجد الباحث في التاريخ الإسلامي وهو علماني لا يرى أساسا أن هذا التاريخ الإسلامي يعبر عنه ولا أنه ينتمي إليه وقد تجد من لا يفهم التاريخ الإسلامي ومع ذلك لا يفهم تفاصيله ومع ذلك أشعر بالانتماء إليه فهو بقدر ما تأثر الطبقة التي تأثرت بالاحتلال بقدر ما تأثرت بقدر ما تشوه وعيها التاريخي ضمن الأمة الإسلامية ولذلك من أشهر ما يمكن ذكره هنا محمد محمود باشا رئيس الوزراء المصري في العشرينات قالوا له ماذا تفعل في القضية الفلسطينية باعتبارك أن الفلسطيني في ذلك الوقت فيها ثورة البوراق قال أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين هذا انفصال في الوعي انفصال في الانتماء وتتحدث عن النخب أنت لا نعم تتحدث عن رئيس وزراء مصر بل أنه مصطفى النحاس وكان رئيس حزب الوفد لما الثورة الفلسطينية الكبرى سنة ستة وتلاتين أضرب العمال الفلسطينيون سمح للعمال المصريين أن يهاجروا إلى إسرائيل لكي يعوضوا القوة العددية التي خرجت من قوة العمل للفلسطينيين أستاذ محضر بالفلسطين معذرة أشرت إلى نقطة مهمة وقد ضاق الوقت عندما تكون النخب في واحدة من أهم دول العالم الإسلامي مثل مصر مشوهة من حيث الوعي التاريخي بهذا المستوى وهم حديثوا عهد بالخلافة العثمانية أو بالدولة العثمانية إلى أين وصل هذا الوعي التاريخي الآن عند المسلمين في هذا الزمن؟ هذه نخب مصنوعة هذه نخب صنعت على عين الاحتلال وغذيت بأمواله وبسلاحه ولكنها كانت تصنع تاريخا للمسلمين في ذلك لأنها من موقع السلطة هي من موقع السلطة تصنع وشي تحاول وأن تصنع شعبا على مثالها تضع مناهج التعليم كما يؤيد فكرتها تسلم مؤسسات الثقافة والإعلام والنشر لمن يعبر عن فكرتها فبذلك هي تصنع السلطة التي تنتج المعرفة تحاول أن تصنع فكرتها ورواياتها للتاريخ ووعي التاريخ الذي تريد أن تنشره في شعوبها ولذلك الدولة الحديثة التي تحتكر فيها السلطة كافة وسائل التأثير من التعليم والإعلام هي دولة كما يقول مشيل فوكو لم يعد الإنسان يأخذ أفكاره من أبيه وأمه بل يأخذها من الدولة نعم لكن بدقيقة من فضلك هل يمكن القول أن المسلمين اليوم بكلمة جامعة يمتلكون وعيا زائفا أم يمتلكون وعيا قادرا على استعادة مشروعهم الإسلامي المسلمون يمتلكون بذور الوعي التاريخي التي تحتاج إلى جهاد ونضال من أجل الحصول على التحرر فيتغير الظرف السياسي فيحكم المسلمين من يعبر عنهم لكي يستعيد المسلمون وعيهم التاريخي كما كان فيه من الأولى نعم وأنا أشكرك شكرا جزيلا أدركنا الوقت في ختام هذه الحلقة أشكر الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام في رعاية الله وأمنه شكرا لكم شكرا لكم